إذن الترقب هو سيد الموقف في لبنان يرافقه أيضا حالة من التوتر والقلق لما قد يؤدي أو تؤدي الضربة الإسرائيلية إلى رد على هجوم مجدى الشمس الذي تهمت فيه ميليشيا حزب الله من قبل إسرائيل الرد المرتقب ذاك تأخر وذلك سببه بحسب ما نقل موقع النشر اللبناني عن مصدر وصفه بالمطلع اللا رغبة لدى إسرائيل بتوسيع الحرب ولكنها تبحث عن هدف عسكري لا يؤدي إلى توسيعها أو إخراجها عن قواعدها القائمة تريد إسرائيل إذن إذاء حزب الله من دون أن تجر المنطقة إلى حرب شاملة بحسب تصريحات مسؤول دفاع إسرائيلي لوكالة ترويترز فيما يتأهب الجيش الإسرائيلي لاحتمال اندلاع قتال قد يستمر لعدة أيام موقع النشرة نقل عن المصدر ذاته قوله إن حزب الله كان أبلغ رسالة لعواصم دولية تفيد أن أي ضربة إسرائيلية تخرج عن أطر القواعد القائمة ستدفع الحزب إلى الرد من دون ضوابط كما أخلى حزب الله مواقع له في الجنوب اللبناني تحسبا للرد وذلك بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من الحزب وكذلك فعلت مجموعات في سوريا موالية لإيران وفقا للمرصد السوري لحقق الإنسان وفي ضوء تلك التوقعات يبدو أن المخايف الدولية قد تراجعت إلى حد ما بشأن تصعيد توسع الحرب بين إسرائيل وحزب الله ومع ذلك فقد دعا الدول عدة رعاياها لمغادرة لبنان وألغت خطوط جوية رحلاتها إلى لبنان في سياق الإجراءات الاحترازية مع تصاعد التوتر اشتركوا في القناة